وعلى النهاردة كان فيه جمعية عمومية للاتحاد الافريقي اقيمت في احدى الفنادق القريبة من وسط القاهرة ما يقرب من حوالي 53 دولة افريقية كانت حاضرة لكونجرس الاتحاد الافريقي اليوم معدى تونس تونس كما اعلنت اول امس انها لن تحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي وانقطعت عن اعمال الجمعية العمومية ولن تشارك في اي احداث متعلقة بالاجتماعات الرسمية للاتحاد الافريقي خلال الفترة اقدمة وبالتالي 53 دولة إفريقية شاركة النهاردة وحضرة الجمعية لمميلة الاتحاد الإفريقي رقم 32 شهدت هذه الجمعية حضور جاني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكانت لي تصرحات مميزها أول هلقه طبعا في سياق حديثي مع تصرحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وتصرحات المهندس هاني أبو ريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وموجود في الاتحاد الإفريقي بصفته الدولية بالإضافة لده كمان كان موجود النهاردة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكان حضوره بالتأكيد مهم لأن مصر بتصطديف كونجرس الاتحاد الإفريقي فبالطبع وزير الشباب والرياضة حضوره بمثل الدولة المصرية في هذا الاجتماع اللي بالتأكيد مصر احتضر فيه القرى الإفريقية آخر حوالي شهر أو شهر ونصف كل القرى الإفريقية كانت موجودة في قلب الأمة العربية في مصر ووطن الجميع أحمد أحمد النهاردة في تصرحاته يمكن قال خبرين مهمين جدا أول حاجة أتكلم على تعيين سامول إتو وديدي دروكبة مساعدين واستشاريين خاص مستشارين خاص لرئيس الكونفدرالية الإفريقية خلال الفترة القادمة وأحمد أحمد في سياق حديثه وكلامه قال للكونفدرالية والجمعية العمية أنه قرر تعيين دروكبة وإتو دون الرجوع للمكتب التنفيذي ودون الرجوع للجمال عمية لكنه يعتذر عن انشهيله بأوقات العامة خلال الفترة الأخيرة وعدم مفتحة المكتب التنفيذي والجمال العمية في تعيين دروكبة وإتو وبالتالي بيستسمحهم إنهم يوفقوا على هذا القرار بتعيين دروكبة وإتو خلال الفترة قادمة كمستشارين للاتحاد الإفريقي لقرأة القدم لما لهم وبتأكيد من ثقى الكبير في القرى الإفريقية كنجمين كبيرين سواء سامو القده مع القرى الكاميرونية والمنتخب الكاميروني أو حتى ديديد رجبة مع القرى الإفوارية وبالتأكيد كان ليه بعطويل في القرى الأوروبية وتحديدا مع نادي تشيلسي الإنجليزي الجزئية الثانية أحمد أحمد قال إن الكاف بيعيش وضع خطير جدا بسبب افتقاده لوضع قانوني خاص به واتكلم أحمد أحمد على بعض المواقف بالنسبة لهو على الوضع الشخصي لما حصل معاه في فرنسا عندما تم إيقافه للاستفسار منه عن بعض الأمور القانونية قال بالتأكيد لو أنا رئيس للاتحاد الإفريقي وليه وضع دبلوماسي أو ليه وضع استراتيجي لما بيكون رئيس للكونفدرالي الإفريقية في أي مكان ده بالتأكيد بيساعدنا لإحنا نتحرق في أي مكان دون أي مشاكل فبالتالي قال النهاردة الكاف لا هو جمعية بتخضع للقانون المصري ولا هو هيئة بتخضع للقانون الدولي وقال إن البروتوكول الموقع ما بين مصري مع الاتحاد الإفريقي المفروض بيسمح بتعيين 50% 50% ما بين الموظفين والعاملين داخل الاتحاد الإفريقي ما بين مصريين أو أجانب القادمين من القرى الإفريقية للعمل داخل الكونفدرالي الإفريقية لكن عندما جاء وجد العكس وجد 65% من المصريين و35% من القرى الأفريقية موظفين عاملين من الخارج وأجانب موجودين في القرى الإفريقية وقال كمان إنهم موجودين من خلال تأشيرات ساحية ليس من خلال يعني إقامة دائمة داخل مصر طبعاً كلامه دا بالنسبة لنا كان غريب شوية لأن المفروض فيه اتفاقية وفيه تعاون كبير جداً بين مصر والاتحاد الإفريقي على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي والاتحاد الإفريقي بيحظى باهتمام كبير جداً من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ولا أخف عليكم سراً أن تأسيس الاتحاد الإفريقي من الأساس كان من خلال الدولة المصرية بالمشاركة بالتأكيد كمان مع أسيوبيا والسودان في فترة الخمسينيات مع استضافة مصر كمان لبطولات إفريقية عديدة في السنوات الأخيرة وأخيرها البطولة التي استضافتها مصر في وقت قياس جداً وأنقذت الكونف liberال الإفريقية باستضافة هذا الحدث الكبير رئيس الاتحاد الإفريقي قال أن ضرورة معالجة هذه المشاكل داخل الاتحاد الإفريقي في أسرع وقت خلال الفترة القادمة لأنه بالتأكيد كل هذه الأمور بتواجه أو بتخلي العاملين داخل الاتحاد الافريقي بواجه صعوبة جدا في التعامل وفي العمل في الفترة القادمة وألقى الحديث كمان أحمد أحمد على جزئية التعاون مع الاتحاد الدولي لقرة القدم وكشف أنه هو من خلال اتصالاته مع أمفانتين ورئيس الاتحاد الدولي طلب أن الاتحاد الدولي من خلال اللجنة إدارية برئاسة فاطمة صمورة السنغالية والأمين العام للاتحاد الدولي تكون لها دور قوي مع الاتحاد الافريقي الفترة القادمة لإعادة الهيكلة والحوكمة في الاتحاد الافريقي لزبط إقاع العمل ودولاب العمل الإداري والمالي خلال الفترة القادمة في الكنفدرالي الافريقية وبالتالي كلام أحمد أحمد بيأكد أن ده تم من خلاله بالاتفاق مع جزئية إمفانتين ومن خلال بالتأكيد فاطمة صمورة السنغالية الأمين العام للاتحاد الدولي وما لها من خبرات وتعامل في القرى الافريقية ستكون على رأس هذه اللجنة وبالتالي هو سعيد بتواجد هذه اللجنة خلال الفترة القادمة ولفترة محددة لإعادة ضبط العمل داخل الاتحاد الافريقي خلال الأيام القادمة رغم الصعوبات اللي ممكن يواجهها الاتحاد الافريقي كلام أحمد أحمد كان لي رد مهم جدا من المهندس هاني أبريدة الرئيس المستقيل لاتحاد القرى المصري وهو بالمناسبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اللي قال ردا على أحمد أحمد في بداية كلامه ويمكن النهاردة أنا ألتقد مهندس هاني أبريدة على هامش أعمال الجامعية العمومية وسألته على رد الفعل بعد ما قال أحمد أحمد هذه التصرحات الغريبة في بداية أعمال الجامعية العمومية المهندس هاني أبريدة في بداية كلمته قال أنه مندهش من الكلمة اللي مكتوبة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي وحدد بالوصف قال الكلمة اللي مكتوبة بمعنى أنه يقصد أن أحمد أحمد ذكر كل ما قيل من خلال خطاب كان مكتوب قدامه بيقولوا بالزبط أو نصا ما مكتوب قدامه عشان يشرحوا ليه الجماعية العمية فالمهندس هاني أريد أتكلم إلى أن هذا الكلام المكتوب بالتأكيد في رد عليه أن مصر استضافت اجتماعات عديدة للاتحاد الافريقي مصر كان لها دور كبير جدا في استضافة الاتحاد الافريقي وفي إنشاء أساسا الاتحاد الافريقي في فترة الخمسينيات واستضافة أكبر من حدث افريقي كبير خلال الفترة القادمة وخلال الفترة الماضية لكن جزئية التعامل مع العاملين أو الموظفين في الاتحاد الافريقي أو حتى أعضاء المكتب التنفيذ عندما يأتوا إلى مصر فكرة أنهم يحصلوا على الجنسية أو يحصلوا قصدي على التأشيرات الدبلوماسية أو التعامل معهم بشكل خاص قال هنا في نظام وفي دولة لها مؤسسات ولها قوانين معينة عشان تطلب الطلب ده أكيد في إطار قانوني معين لازم تمر به سواء من خلال التشريعات أو من خلال مجلس النواب عشان تقدر إذا كنت فعلا أتاخد هذا الإجراء لمساعدتك خلال الفترة القادمة لكن مصر أبدا عمرها ما كانت وقفة في خطة عمل الاتحاد الافريقي وبالعكس مصر دائما بتساعد الاتحاد الافريقي على أي عمل بتقوم به ده كان رد المهندس هاني يا بريدة على كلام أحمد أحمد إنفنتينو كان ليه رد مختلف إنفنتينو في بداية حديثه قال يا جماعة أنا جاي الجمعية العمومية عشان أسمع وأتكلم في الكورة مش جاي أسمع مشاكل ولا جاي أتكلم على مشروعات ولا جاي أتكلم على مقر ولا جاي أتكلم على تأشيرات أو عدد موظفين خمسين تلاتين أربعين في المية والكلام ده كل قال لهم ده بداية تكلمه بالضبط قال أنا جاي أتكلم في الكورة والمفروض لما تقعده بتتكلمه بالتأكيد في الكورة فتصرحات إنفنتينو كمان تطرقت إلى جزئية مهمة جدا وتكلم على تنظيم مصر المبهر لكهة السلامة الافريقية وقال إنه هو من أول يوم في هذه البطولة وافتتاح مصر لهذا الحدث الكبير شاف اهتمام واسال الإعلام بهذا التنظيم الكبير وأكد النهاردة إنفنتينو في هذا الحديث أنه بيهن مصر على هذا التنظيم الممتع لكهة السلامة الافريقية حيث قدمت بطولة منتازة وضف قائلا بالعربية مبروك مشيرة لأن مصر أبهرت عالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة وعن المشاكل اللي ممكن يمر بها الكاف خلال الفترة القادمة قال إن الفيفا بيحاول قدر إمكان يساعد الاتحاد الافريقي خلال الفترة القادمة لكي يتمكن من العودة إلى الطريق الصحيح أما عن تعيين السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للفيفا لقيام بمهام السكرتير العام للكاف بدء من أول أغسطس المقبل أكد إنفنتينو للأمر عبارة عن تعاون بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وقال إنه قرر انتداب أكبر مسؤول إداري في الفيفا زي فاطمة سامورا لرفع كفاءة العمل في الاتحاد الافريقي وده الجزء اللي كان بيشتكي منه أحمد أحمد خلال فترة تعامله في الاتحاد الافريقي خلال الفترة الماضية لكن الجزء اللي بيأخذ بس على الاتحاد الافريقي أو رئيس الاتحاد الافريقي فكرة الحديث عن المقر وعدد العاملين والتمثيل المصري الافريقي المفروض الكل بيعمل داخل المنظومة الافريقية مصر بالتأكيد بتصديف المقر في سنوات طويلة جدا وكل التسهيلات موجودة للاتحاد الافريقي فبالطبع كان يعني تعليق من رئيس الاتحاد الافريقي لم يكن في توقيته خلال الفترة الحالية دي كانت جزء مهمة جدا بخصوص أعمال الجامعية العمومية النهاردة على عامش الجامعية العمومية كان فيه اجتماعات للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي طبعا كلنا عارفين إن المهندس هانيا بوريدا والكابتن طريق البشماوي التنسي موجودين في المكتب التنفيذ للاتحاد الافريقي بصفاتهم أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولة لكن النهاردة كان فيه انتخابات على المنصب المكتب التنفيذي أو في منطقة شمال إفريقيا في المكتب التنفيذي لأن النهاردة كان فيه عدد من المقاعد بيتم الانتخابات عليهم سواء في منطقة الشمال أو في الغرب والوسط والجنوب منطقة الشمال كان فيها تنافس على مقعد واحد فقط ونزل في هذا التصويت الكابتن الدولي الحكم السابق عبدالحكيم الشلماني وأمامه الجزائري البهلولي عمار كانت منافسة حمية الوطيس بين الليبي والجزائري عبدالحكيم الشلماني طبعا كان حكم دولي سابق وسبق ليه إدارة العديد من المباريات السابقة للمنتخبات المصرية والوطنية للشباب والمنتخب الأول وأيضا أدار عديد من المباريات للنازل آلي فيها البطولات الإفريقية حكم دولي كان متميز جدا في فترة ما كان موجود أكثر من حكم موجود سواء محمد القزاز من المغرب أيضا كمان حكام من تونس زي عيسى طبعا أقيرات التونسي حكام كانوا موجودين على أعلى مستوى في الفترة داية فبالتالي الشلماني فكر أن ينزل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال هذه الفترة حصل الشلماني على 29 صوت في أصوات الاتحاد الإفريقي والجمعية الأممية مقابل حصول الجزائري البهلولي عمار على 21 صوت بينما امتنعت ثلاث اتحادات بثلاث أصوات عن التصويت في المكتب التنفيذي وعلى مقعد شمال إفريقيا ليفوز عبد الحاكم الشلماني بمنصب عدو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي على منطقة شمال إفريقيا مع وجود فوز لكجع النائب المغربي وأيضا أبو ريدا وطاري البشماوي في منطقة شمال إفريقيا اتكلم النهاردة أعضاء الاتحاد الإفريقي على أن كاس الأمم خلال الفترة القادمة سيتابعها ما يقرب من حوالي مليار مشاهد مليار مشاهد يحضروا أعزا يتابعوا خلال الساعات القادمة نهاء إفريقيا غدا إن شاء الله عبر شاشات التلفزيون والاتحاد الإفريقيا أيضا هناك النهاردة قرر تعيين لجنة للحوكمة وإعادة الهيكلة هذه اللجنة بيرأسها كاميروني وسيكون فيها عضو نسائي خلال الفترة القادمة كلها كانت تفاصيل مهمة سواء المتعلقة بتصرحات أحمد أحمد أو رد إنفنتينو أو رد هاني أبريدة مع جزئية انتخاب أشلماني قاعده في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي كموجود ضمن القرى الليبية أو صوت ليبي موجود في المكتب التنفيذي مع الكابتن هابريدة والكابتن البشماوي وفوزي لججع خلال الفترة القادمة